موسيقى النهاردة اكلنا خواجاتي جدا يعني هيبة عايز دي مش او مرة جنة دي صديقة لينا اهلا بك يا هيبة وعملنا تورتيه تارت بعيش التورتيه ولحن مفروه وشكلها اكلها كامدة جدا وانا هموب بقى ودوء اللي هناك ده عاملة رولز بشوكلت كده هو اكل جديد واسمحيلي رحب بيكي بصيبها ايه اهمو كده اقول لنا اسموه ده فرنش توست رولز يعني احنا الفرنش توست وحشين وحاجة وبنلفها اوكي ها حشينه جديد فعلا ورا وده التورتيه مكسكن تورتيه كيك او بزبط كده اوكي نص كيلو لحمة مفرومة وعندنا فلفل الوان وعندنا الدرة الحلوة وجبنا شادر وجبنا متسرلة صالصة وعندنا بعد كده كامول وبابريكا انا اخترتها بس عشان هي اكلة سهلة ممكن نعملها في المصيا والعيش المكسيكي ده متوفر في السوبر ماركت يعني مارسة هتبلي اول اللحمة احنا هنتبلي اللحمة هنعصاجها بس على النار سريعا ونحط اضافاتنا هي مش هتاخد بالزبط عشر دقايق زي العصاج العادي يعني زيت وبصل نحط دلوقتي كده لا هنا هنحط على النار احطها لك هنا هتحط ايه معها هنحط زيت يلا زيت احط شوية كمين كده اوكي كده الزيت ممكن بقى نحط فيه ناس بتحب تحط بصل فيه ناس بتحب تحط توم ممكن تبدأي بالبصل تشوحيه وتحط يعلي اللحمة بالزبط بس انا مش حطة بصل بس انا مش حطة بصل عشان حطة بقى الفلفل والسويت كورن وكده كده الكمول والبابريكا بيعملولي اللي انا عايزات يعني بعيدا عن البصل انا عاملها مخصوص عشان المصيا والناس في المصيا فهتحبش تقف كتير عايزين يقشروا بصل ورعياته كده خبش تقف المطبخ وبعدين ممكن حتى الولاد يساعدونا في حاجة زي كده لان هي سهلة جدا انتي داتي بتشوحي اه بشوح اللحمة ونحط لك ايه بقى معاها هشوحها بس كده يدوبك تغير لونها وبعدين هنقوم حطين الفلفل الالوان وهنحط السويت كورن وهنحط كل حاجة الجبنا بس في الاخر واحنا بنحطها في الفايريكس طيب حلو ده هي طبعا لو يعني النار كله ما تبقى عالية انا عالت لك النار على فكرة اكلة بيحبوها فعلا مفيش بقى انا هنا ما بحط الشرق هنا بس بنحط بس في الاول بنحط حاجة بسيطة من السوس ده عشان ما تلزقش طبعا تحت وبعدين نبدأ نعمل ايه اربع طبقات اه طبعا كعين وصندويتشات زي مثلا اللازانيا زي نفس طريقة اللازانيا لما بيجي نعملها طيب طيب بقى نحط الفلفل فلفل الالوان اخضر اه احمر اصفر اصفر يبقى ممكن نستبدل اللحمة بفراخ مثلا ممكن نتعمل احط الدرة والدرة بنحط بقى خلاص كله وهنا دي معلقة كمون ودي عندك الملح والفلفل ممكن نحط ملح والفلفل ملح وحبة فلفل اهو جلاش المكسيكي هيا مفيدة اصنية الجلاش البسط المكسيكي والفابريكا 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 ونقلبها بقى ونستوي شوية كده ربع ساعة بالزبط ونقوم طيب تعالي بقى اصنا ما انا ممكن اقلب لك ممكن تقوليلي انتي مقدير الحلو ايه احنا نسيب دي على النار كده فرنش توست الحلو سهل جدا توست ابيض بس بنشيله الحروف بتاعته ودي كريمة شوكولاتة بالبندق طبعا احنا كلنا عارفين دي ايه زبدة سكر وقرفة وبيض وموز في ناس بتحب تستبدل الموز مثلا باي فاكهة تانية مثلا فراولة في ناس هتحب تجربها بالمانجا مثلا شفت كان احلى طعم يعني لما انا جربتهم كلهم كانت الموز عشان الارفة لا والارفة بعد كده بالصفة بتبقى لطيف يلا بينا انا حطتلك البتاع النار اشتغل اشتغل هنا اشوف بقى الفرنش توست وانا بقلبلك كل البتاع دي انا بص عايزة دي وبرده فطار لطيف في المصيف والناس اللي في المصيف ممكن ايامل فطار ممكن يبقى حاجة حلوة توست قصتي عشان تبصى حروفه بالمنظر ده بس بفردها وبتفرديها بفردها عشان تبقى فلت اه 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 انا بس عايزة معلقة صغيرة اول مرة الواحد يعرف ان التوست بتفرد كده عشان بعد كده وانا بلفه يبقى ساحجر واياء انا كده اوكي كده شغالي احنا كده تمام احنا خلاص اتحطي بقى الشوكولاتي احط حبه من هنا على الارضية اه او انت بتشتغلي اخد حبه من هنا اه حبه صغيرين خالص اوكي بس انا باخد الاوليلي اكمل هنا ايو كميني وانا معاك انت بس الشرايح والموز متقطع شرايح صغير شرايح بس رفيعة حطيت الشوكولات صح كده وبعدين بقوم لفها بالمنظر ده واضغط وانا بلف زي ما بنعمل السوشي لازم نضغط عشان ما تفكش بتعطي عميني سوشي هيبة؟ طب مفضلك اعمل لنا يوم يعني اولادنا بيحبوه جده هعمل لكم السوشي مرة الحقيقي ومرة الفيك سوشي فيك؟ معمول بايه بقى؟ بالتورتيع وبالتوست طيب اوكي بيتعيب له باللبنين فاهي هي كده انا ضغط عليها وهنا النار دي بتسميل في حاجة زبدة اه مرة بعد كده بعد ما خلص الرولز هقوم حطاها في البيض ولبب لأ كمل لنا واحدة وبقال نكمل مع مفيدة ولا نبدأ بحاجة؟ اه يعني هخلصوا حاجة بعد كده بحطها في البيض بقليها في الزبدة وفي الاخر خلص بعمل ميكس طب عندنا وقت يعمل لنا واحدة وورينا اتحمريها ازاي هيبة؟ نكمل هنا سريعا نحملنا قدامنا انت عشان تعملي دي انا ممكن انا احنا ممكن نقفل النار نقفل النار خلاص مش عايزها هتعملي طبقات هعمل طبقات وهحط جبنة في النص هحط الشادر في النص هم هم وانا ممكن هساعدك احنا معاك ايهو شايفينها احنا اهو كده طبق التورتية وطبقات لحمة بالخضار بتاعنا ده الابن خير ما فيهاش توم ولا بصل ولا ايه حال خاص انتي متبليها ريحتها حلوة جدا الكمون والبابريكا نفسهم وفي النص جبنة اه الجبنة الشادر المبشورة بحطها في النص تمام وبعدين ارجع تاني اقوم واحدة طبق التورتية تانية مفيدة ما شاء الله هي بتلف برضو الفرنش توست صح كده هيبقى ناشى صح اهو بس ايهو اضغطي جامل ما تخفيش عشان واحنا بنحطها في البيت وبنقليها متفتحش متفتحش منا اهو ممكن هعمل حبة مية و اهو انا بحط كمان طبق التورتية وعليها اللحمة والدبنة على حسب الربابة الناس بتحبها جبنة كتير حطي هاتي بقى دخلها لك الفرن وانتي كلميلي البتارة وممكن يحطوا اي نوع تاني من الجبنة لو هما ما بيحبوش انشادر مثلا عايزين كله متسرلة طيب بتقطعيها قبل الفرن ولا لا ما بتقطعاش لما بتطلع سهل انها تقطع لان بتبقى طريق الصاصم بيخليها جوسي كده وبرده ممكن فيه ناس بتحبت تبقى اللحمة حمرة بيحطوا صلصة احنا ما حطناش الصلصة دلوقت اه انا عايز اعرف الصلصة دي تحط فين السلصة كنا ممكن نحطها على اللحمة بس برضه مش كل الناس بتحب اللحمة المعصاجة الحمرة بالضبط فيه ناس بتحبها اكتر تبقى كده مع الشيز بتبقى وايت اكتر فيه ناس بتحط الساور تريم او زبادي بالضبط بتحطك الواحدة يعني ديبنة يعني الواحدة لا هي اخر واحدة خلاص اخر واحدة اهي بنقفل بس بحاول ان انا الحروف اقفلها جوة ونحط كل الجبنة على الجبش طيب ممكن تعملين بقى الحم تدخل قد ايه بقى الفرن الاول هيبا بتاخد ربع ساعة لو الفرن طبعا لانه كله مستوي فبتاخد بس هي دوبك بس الجبنة هتسيح وتحمر بس سلنا كده تبقى عاملة زي البيتزا في الاخر شكلها اوكي انا هكمل هنا انا بس عايزة انه نفرق اصدقائنا التلاتة اللي احنا عملناها عشان الوقت بتاعنا ببتدي بقى نقلي او انه هنحطه نقلي وانطلحها بتحطي بقى للبيت ملح لا لا ده هو حال انا بحط لبن لبن وفانيلا اكيد بقى لا 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 بحط لبن لان القرفة في الاخر بتاعنا تعمل قوي بالصفة اوه بتطغع علي فمش محتاجين بانيلا انا بس هعمل كده انا عايزة احضر برده المكس بكاي سريعا سريعا عشان نلحق انا عملك انا حطلك دي في البيت الاول اوه نحط دول الزبدة هنحط على النار تبقى كتيرة بس عشان ما تلزقش طبعا هنا الطاصة سخنة قوي مفيدة بعدها النار كانت حامية قوي اوكي بس هو ده المكس بداع السكر والارفة طبعا الوقت خلص بس احنا معيك نشوف واحدة بس بتتعمل ازاي اذا حطتي ايه ارفة على سكر ارفة على سكر ابيض على بيد على ايه ارفة على سكر ابيض ايه ايه وبعدين نضعها في النار تتحمل في الزبدة بس احنا ممكن نعمل كمان واحدة من غير بيد ايه انا محطتها من غير البيت انتي صايمة ايه انا هحطها لعيب البيت ايه 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 انشاء الله لك شكرا شكرا انشاء الله بكيرة